نظم نادي راشد الفروسية وسباق الخيلة السباق الخامس والعشرين لهذا الموسم والذي أقيم على كأس سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى وكأس سمو الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة وكأس سمو الشيخ سلطان بن حمد آل خليفة وكأس الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن أسري وكأس نادي راشد الفروسية وسباق الخيل وذلك على مضبار سباق النادي بمنطقة الرفاب الأسخير بحضور عدد من أصحاب سمو وممثلوا شركة أسري وجمهور من محبي رياضة الفروسية وسباق الخيل وتم تتويج الفائزين بكؤوس السباق حيث قام سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة بتقديم كأس سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة إلى محمد خالد عبد الرحيم وكأس سمو الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة إلى المضمر الفائز ألان سميث وكأس سمو الشيخ سلطان بن حمد آل خليفة للشوط السابع إلى المالك الفائز رائد البعينين فيما قام السيد مازن محمد مطر العضو المنتدب لشركة أسري بتقديم كأس الشركة إلى سمو الشيخ هاشم بن محمد بن سلمان آل خليفة كما قام الشيخ سلمان بن راشد الخليفة المدير التنفيذي لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل بتقديم كأس سمو الشيخ سلطان بن حمد الخليفة للخيل العربية إلى المضمر الفائز عبدالله كويتي وقدم كأس النادي لشوط الرابع إلى المالك الفائز محمد قنبر هذا واجتمل السباق على ثمانية أشواط ترجمة نانسي قنقر